في ناس يطلع لهم مسام ونقاط سودا كثيرة في الأنف أكثر من غيرهم أول شيء منظرهم موحلو والشيء الثاني كل ما زاد عدد النقاط السودا والمسام في الأنف كل ما زادت الكتلة الدهنية يعني الأنف يكبر ما في شيء يؤخرهم كثر البيلينغ التقشير في ثلاثة خيارات للتقشير وعلاج المسام والنقاط السودا في الأنف الخيار الأول هو التقشير بالليزر لكن مشكلة الليزر هو الكمبليانس ما في أحد يقدر يواضب يروح ويرد على العيادات بالاستمرار لأن مشكلة المسام والنقاط السودا في الأنف محتاجة استمرارية إذن نروح للخيار الثاني الخيار الثاني هو حبوب التقشير صحيحنا فعالة جدا لكن مشكلتها الآثار الجانبية الحل الأفضل هو الحل الثالث الخيار الثالث اللي هو الكريمات أفضل كريم لهذه المشكلة وحلها بشكل جذري هو كريم الأكرتين أشمعنا خطرت الأكرتين لأنه يعتبر أرخص كريم موجود ما في أحد ما يقدر يشتري ومتوفر بالمجان في مراكز جلد الحكومية يعتبر أكثر كريم فعال لأنه أقوى كريم تقشير يعتبر فأكثر كريم فعال لهذه المشكلة ونقدر نستخدمه بشكل يومي تخلونا عندكم مرة واحدة في الليل تحطونا على الأنف ما يحتاج ترطيب ما يحتاج أي بركوشنز أو أي احترازات لأن الأنف ما يتهيج بسهولة لأنه فيه ترطيب منه فيه فما يتهيج مثل الخدين أو الجبهة أو أي مكان ثاني ما فيه آثار جانبية لهذه الكريم فأنصحكم فيه اللي ما يحصله يشتري أي كريم ثاني مثل الأكرتين يكون مكتوب على ترتينوين نفس المادة في كومة الأكرتين في بديل عنا إذا شفتوا أن هذا الفيديو فاتكم لا تنسون لايك وسبسكرايب عدد اللايكات تعطينا دليل وعلامة وإشارة منكم لنا أن نستمر في هذه الفيديوهات ونسوي فيديوهات أكثر شوفكم على خير